ضمن المسيرات اللي حضرتك نظمت فيها الفترة اللي فاتت كانت مسيرة عشان نوصها أنا نظمت مسيرة على كبري أسر النين وبكنت توسل وبقوله يا ماجل السياس كري اعتبالها صدقة ودخل ياسر بخاتي ومحمد حنفيه ولادي العلمك أنا ما عنديش ولاد صبيان بس أنا من الصورة حس أنه ولادي بتحرير كلهم ولادي اللي وبطني ما ولدتهمش بس ولادي بالحب ولادي بالحنان اللي لما بشوفهم ومبضموهم بصدري بقولهم أنا لو موت شدوني انتوا وتفنوني مش بنت اللي هتدفني انتوا رجالتي انتوا أولادي وبقوله قوله كله أم في البيت حسي بينا انزلي من بيتك انت معرضة من ابنك يكون زي أي ولد حتى لو موش هو في التحرير من أي شارع جانبي بلتجي من أي حاجة حسي أنك في يوم الأيام حتصرح في صرخة زي من قلبك وتقول يا رب حقي وحق أولادي اللي وقعوا قدامي يعني أكيد يا رب حضرت مريتي على التحرير النهاردة أنا جاي النهاردة الصبح من التحرير أنا أعايز أقول حاجة مهمة قوي أن صور التحرير رابدين الاقتلافات رابدين الأحزاب رابدين الرؤساء الجمهورية المرشحين رابدين أي حد يتكلم بإسمهم لأن اللي موجودين في التحرير دول دول اللي لسه ما حدش اشتراهم بفلوسه طبعاً إحنا عايزين كاوي من اقتلافات كتير وأحزاب واسمعنا عن جبهات والكلام ده كله اللي أنا أقوله إحنا اللي موجودين في التحرير فعلاً المستقلين والغالبة ولو عايزين حد ياخدوه يمثل في صور في مجلس الوزراء الجديد ينزلوا التحرير في وسط الشهر بمناسبة المجلس يعني حدك نقللنا برضو الصورة في مجلس تحرير رد الفعل على دكتور جمال الجنزوري للأسف الشيط مع حبي واحترامي للدكتور جمال الجنزوري وأنا بحبه وبحترامه وعارفه أنه راجل لزو موقت بس بقوله يا دكتور جمال الجنزوري ارفضها انت عندك 64 سنة مش هتعمل حاجة وإحنا كبرنا خلاص مش دولنا ده إحنا دولنا نعملهم support من بعيد الدور ده دور الثورة ودور الشباب الثورة واختاروا من شباب الثورة لا من الاقتلافات ولا من الأحزاب ولا من الجبهات في صوار حقيقين لا طلعوا على الميديا ولا عملوا اقتلافات ولا عملوا جبهات موجودين في التحدي يقدروا يختاروا منها يعني حضرتك شايف من وجهة نظرك تنعدي بالأزمة دي إزاي لغة الحوار لازم تكون بين مين ومين عشان واضح أن مفيش حد يعني مبدأين في واضح حالة من عدم الثقة من بين الطرفين موجودة لأن في حاجة كتيرة جدا وفي دم كتير وفي حاجات من بين الطرفين بس إحنا لازم نعدي الأزمة يعني لازم يكون في حد بيمثل التحرير عشان يتكلم بلسانه وعارفة أن الأحزاب مرفوضة وأن الممثلين الريقاسة مرفوضين والإخوان مرفوضين كله مرفوض بس إحنا لازم نعدي الأزمة يعني لازم حد يسمع لذلك لازم حد يتكلم لازم حد يسمع فوقت يعني لنخرج من الأزمة دي زي التحرير مش أنا بس في ناس عقلاء كتير زي وزي أمهات كتير جدا ورجالة. دول يمكن مش منضمين لحاجة. لأن احنا كلنا رافضين أن احنا نتباع ولا نتشاري. لو توجه من المجلس العسكري هيطلحهم. دول ممكن يتخطبوا مع الشباب ويتكلموا بالسان الشباب المستقلين. كان الشباب النهاردة رافض الصوار اللي هما بيعلنوا عن نفسهم كجبهات. أنا كنت مطلوب مني أن أنا أنزل أرشح نفسي عن عبدين وأنزل. رفضت. أنا لا بتشارع ولا باباع. وأنا كبرت خلاص. واللي كبروا زي مكانة. ده بتاعكم انتو. احنا نسيب لكم انتو الفرصة دي. موجود في الناس اللي تتحور مع المجلس العسكري. وبأينا أنا ليا رأي المجلس العسكري. والله رأي حلو جدا. هيريحوا ويريح شباب الصورة. احنا كلنا مستعدين. نعمل زي أيام الملك فروق. ونعمل سقفين وقفين. ونقف ندي التحية العسكرية ليهم. ويخرجوا برا مصر لو عايزين. إذا كان يخصوهم حاجات فلوس أو حاجات أو ما يخصنيش. مش همش في الماضي. ويطلعوا ونقدي التحية العسكرية ليهم. ويسيبوها مدنية بقى. طيب. أنا بشكر حضرتك جدا. أم ثوار التحرير زي ما بيقولوا عليها. أمام سالوة مدير عام مطار العيش سابقا. والمسؤول عن المسيرة النسائية اللي قامت مبارح للدفاع عن أبناء المصريين. بشكر حضرتك. بشكر حضرتك على وجودك معنا. ومرة تانية كده بينتهي يومنا وبنتمنى إن شاء الله. لكن بعد إذنك أقول كلمة قبل ما تنهي. فضل. فضل. بس سريعا لأننا أفردقتين. سريعا. أنا برضي النداء للمجلس العسكري أرجوك. ارحم ولادك. ارحمنا من الدم. كفاية دمهم ومصابين. وربنا يوفقك ويوفعنا. وبكده تكون انتهت حلقتنا وبنتمنى إن شاء الله إن النهاردة اليوم يعدي على خير من غير أي إصابات من غير أي دم. وفي الآخر يا تحية مصر. شكرا.